السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بكم على قناة سمر كروشي. واتمنى ان نقدر اقدم لكم فن الكروشي بشكل مختلف ومميز. واسأل الله اطافيك بالقبل والعمل. بسم الله نبدأ تحفى جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل الفنانات اللي امتبعيني ومشرفيني على سمر كروشي. النهاردة فيديو جديد. هنعمل فيه شنطة جديدة. اتمنى انها تعجبكو. خماتنا زي ما انتو شايفين. هنستخدم خيوط الايطان او السلسلة. الوزن الاجبالي كيلو. اربعة منهم اسود وواحدة ابيض. والمشروع الجديد النهاردة الجديد فيه. نحنا هندعم الشنطة بنوع من انواع الشبك. ده نوع بلاستيك. زي ما انتو شايفين عبارة عن اخرام. هنقص على المقاسات اللي احنا عايزينها وندعم بيها الشنطة. ده الجديد في فيديو النهاردة بديل البوري. وبقيت الخمات درعات جلد او اتنين يد جلد. مقاس القطعة الواحدة حوالي تمانية واربعين سنتي. تمام? وصستة وولاعة ومسامير للقعدة. ومقص وابر التنظيف وماركرز ومزورة. وحلقتين سهلة الفتح. والجنشين. واللوجو بتاعنا. ومقاسات الابر اللي بتريحك في الشغل معاكي من اربعة لخمسة. وطبعا سلسلة فضي دي اللي تعتبر دراع الشنطة عاية تبدليها بدراع كروس جلد. مفيش مشكلة ده بيبقى على حسب اختيارك. هحطلكو لينك جروب الخمات اسفل الفيديو في الديسكريبشن بوكس. ونقول بسم الله نبدأ. وهنبدأ اول خطوة من خطوات الشنطة بتاعتنا وهي القاعدة. القاعدة هعملها مستطيل اما شرحتها في فيديو سابق على القناة. هحطلكو لينك في الديسكريبشن بوكس وفي الايفو. اتمنى ان انتو ترجعوا لها. تقدروا تتطلعوا المقاس اللي انتو عايزينه وبالطول بالعرض لاي قاعدة مستطيل لاي شنطة او لاي بوكس. تمام? هنشتغل دلوقتي. عقدة بداية. وهشتغل حدوشر سلسلة. واحد. اتنين. حدوشر سلسلة. وهرتفع سلسلة. وحدخل في اللي قبلها مباشرة في الحلقة الامامية اللي هي دي. اللي هي دي. هشتغل مش هشتغل هنا بقى فاونديشن. هشتغل في الحلقة الامامية من حرف الفي. اتنين. واشد كده. بالحلقة الامامية. شايفينها? هشتغل غرس حشو عادية على الحدوشر غرزة. اهون. ووصلت للغرزة الحدوشر. وبقلب الشغل. وفي اول حرف في اللي طالع منه الحلقة. ما برتفعش خالص. بدخل تحت. حرف الفي. واشتغل غرزة حشو. على الحدوشر غرزة. خفضل اشتغل ادوار حشو رايح جاي لحد موصل لتلاتين سطر. لتلاتين سطر. هنخلص تلاتين سطر. ونرجع لكم تاني. وبكده اكون خلصت تلاتين سطر من غرزة الحشو زي ما انتم شايفين. بعد كده. بجيب الشبك. وبقص قطعة شبك بطول قطعة المستطيل اللي انا اشتغلتها. اللي هي القاعدة. حابة يسمعيكو طول تلاتين سطر. تلاتة وعشرين سانتي. اهو. تلاتة وعشرين سانتي. قطعة الشبك اللي هندعم بيها. نفس طول قطعة الكروشيت تلاتة وعشرين. بقص قطعة الشبك على قد. القطعة اللي انا اشتغلتها بالزبط. تمام? انا حابدأ معاكو. هنخلص قطع قطع مع بعضها. عشان تخرجي بنتيجة حلوة جدا زي ما انت شفتيها في الصور وفي الفيديو. تمام? بالوقتي الخطوة اللي بعد كده بركن بقى دي. دي كده الخاصة بالقاعدة. بالوقتي الخطوة اللي بعد كده. هبدأ. اشتغل غرز حشو على الجوانب التلاتة. الطويل والقصير والطويل في اه الحواف علشان التهزيب. احنا قلنا الغرزة الحدوشر منشتغل فيها اللي هي غرز الحواف منشتغل فيها غرزة حشو. واللي هي دي تعتبر الاولى في الجانب الطويل الخلفي. تمام? ادي كده واحد. واول فراج يقابلني بشتغل التانية. وبعدين الفراج اللي بعديه تالتة. وبعدين الفراج اللي بعديه الرابعة وهكذا. شرحت طبعا بالتفصيل في الفيديو السابق ازاي بنشتغل على الحواف من خلال الفراغوت. هنخلص القطع المستطيل لحد ما وصل لنقطة البداية. وهنشوف هيحصل ايه. وبعد ما وصلنا لنهاية القطعة اهو. فاضل كده اهو شايفين? دي الغرزة التسعة وعشرين. ودي الغرزة التلاتين اللي المفروض بيكون فيها تزايد ونقطة التلقي. ما بين البداية وما بين النهاية. الغرزة التلاتين دي فيها غرزتين حشو. واحدة اهي في البداية من الحداشر. والنهاية اللي هي التلاتين من القطعة المستطيل. فانا باجي هنا عند اخر غرزتين بعمل تناقص. بدخل في التسعة وعشرين. ودخل في التلاتين. واخرج من التلات حلقات. وشد الخيط. انا التلاتين. لاني لو اشتغلت في التسعة وعشرين غرزة. وفي التلاتين غرزة. كده لما اجي اقفل هيبقى في حرف في زيادة. انا يهمني ان يكون على القهده تلاتين حرف في. تلاتين حرف في. فانا باجي هنا في نهاية القطعة المستطيل في الغرزة. تسعة وعشرين. وفي الغرزة التلاتين بعمل تناقص. تمام? ودأ اهوف غرزة البداية اللي هي فيها التزايد. من تحت حرف الفي. اقفل الشغل. وكون حرف في الخاص بالغرزة رقم كام? رقم تلاتين. تمام? وادخل كده من قلب الغرزة. وشد الخيط. وابقى انا كونت كده حرف في خاص بالغرزة التلاتين. لان انا يهمني يهمني ان عدد حروف في كلها تكون تلاتين غرزة. ليه بقى? علشان مرحلة تشبيك القطع في الشنطة. اهم حاجة يكون قصاد كل حرف في الحرف في الخاص بي. قصاد كل غرزة. يكون قصادها الغرزة اللي بتتلاقى معيها. تمام? طبعا الخيوز زي بتتنظف تحت الشغل. انا كده خلصت القطع. تمام? طبعا انا حبيت اواريكم على نموذج باللون الفاتح. انا هنا عملت باللون الاسود اللي هو على الشنطة الاساسية. تمام? بعد كده بجيب المسامير اللي هي الخاصة بالقاعدة. وبركبها على الحواف. بحطها هنا مثلا. تمام? بعد اول سطرين كده. انا مرة دي مش مش حابة ادخل بالمسامير لجوه. حابة ادخل بيها. في المنطقة دي كده. اجي واحد. وبفوت غرزة. وبدخل في التانية. بالشكل ده. وفي نفس الكلام هعمل الجانب التاني. هخلصه ونرجع لكم تاني. وارجعنا لكم تاني بعد ما خلاص ركبنا المسامير. بالوقت الخطوة اللي بعد كده هي تدعيم القاعدة. قطعة الشبكة اللي احنا قصناها. آآ بيبقى فيها جانبين. الجانب اللي بيبقى الخشن ده. آآ مش هو اللي بيشتغل عليه. انا عايزة للجانب الناعم هو اللي بيكون في آآ داخل الشنطة. يعني الجانب الناعم ده هو اللي بيبقى في وشي انا. تمام? بحط كده على القاعدة. وباجي كده مسلا. بدبس كده بدبوس. سبات بس نسبت. علشان اعرف اشتغل كدية القاعدة. بعمل ايه? بجيب ابرة التنظيف. دورها مهمة جدا جدا معنا في التدعيم. آآ طرق سبات وتدعيم آآ شنط الكروشيب بالشبك. ليها طرق كتير. ممكن اصلا من خلال الابرة آآ يكون الهوك بتاعها رفايع تقدر تدخليها ما بين الاخرام ولكن انا في الشنطة دي تسهيلا ليكو حدا عامها عن طريق ابرة التنظيف. بلضمها في خيط الاسود نفس خيط ايه? قاعدة. تمام? آآ السطر التهزيب اللي هو غرز الحشو اللي هزبنا بيها الحواف. طبعا شايفين معايا? اخر سطر اهو. التزبيت هيكون على اخر سطر في الاربع جوانب. غرز الحشو اللي اشتغلناها تمام? غرز الحشو. دهرها شايفين? ضلعين. نازل منهم ايه? ضلعين. اهو. شايفين? اهو. وحشتغل بقى هنا آآ تدعيم القاعدة من الداخل وانا شرحته قبل كده في اكتر من فيديو على القناة. ححط لكم الرابط في الدسكريبشن بوكس وفي الايفو وهي طريق التدعيم قواعد الشنط الكروشي من الداخل سواء بالبوري او بالشبك. تمام? باجي هنا في غرز الحواف بدخل الابرة تحت حرف الفي اللي هي ضلعين غرزة الحشو من الخلف. هتلاقيها تحت الحلقة مباشرة. انا هو دخلت من تحت ضلعين غرزة الحشو والخيط اهو. وبعد كده هقوم دخلة في حفة الشبك علشان اسبت. علشان اسبت الشغل. وبشد وبعدين ادخل تحت برضو دلعين غرزة الحشو اللي انا بشتغل فيها. بالطريقة دي اهي. بصوا انا دخلته تحت الدلعين اهو. واقوم شدة. شرحت الطريقة دي تفصيليا. اه تمام? في اكتر من الفيديو على القناة. اه اتمنى انتو ترجعوا الفيديو حيفيدكو كثير جدا. تمام? وبشد كده. اهم حاجة بس البداية اسبت القطعة كويس. قطعة الشبك بشغل الكروشي. تمام? وبعدين اقوم دخلة في الخرم اللي في الشبك المقابل للغرزة. وقشت. تمام? وابدأ بقى كده. هابوسي يعني كده تدينا شبه السروجة كده. اهو بدخل. وقشت. انا كده يعتبر بصرج غرز عادية جدا. تمام? بالشكل ده اهو. وقم دخلة. مفوتة واحدة مسلا. بتبقى اهم حاجة ان الخرم انا قلتلكم ما تتقيديش بالخرم بالعدد. هو طالما خرم الشبك قدام الغرزة خلاص ما فيش اي ازمة يعني. ما تتقيديش بعدد غرزة. اهم حاجة اللي اتنين يبقوا متقابلين قدام بعض. تمام? والدنيا هتلاقيها ماشيت معاك حلو قوي. اهو. بصو اهو. ده اللي انا عايزة اوصله. اعتقد الطريقة دي سهلة جدا جدا ومش متعبة على الاطلق. تمام? اهو. هفضل اعمل الطريقة دي. ادخل واخرج. ادخل واخرج. كاني بصرج عادي. اهو. تمام? اهو الخيط اهو. وورزة السروجة. تمام? لحد ما خلص القاعدة المستطيل بالكامل. هخلصها. وهرجع عليكم تاني. وارجعنا لكم تاني بعد ما خلاص ركبنا الشبك على القطعة. بصوا زي ما انا ورتكو. سروجة عادية جدا. بفضل اطلع واخرج ما بين الاخرام وما بين اضلع ورز الحشو من خلف ورزة الحشو. وفي الاخر بيبقى الشكل كده. نشفة جدا ومدعمة بصوا. تقدر تتاني وتدفير زي ما انتم عايزين اهو. بصوا. مرنة جدا جدا. تمام? احنا كده خلصنا آآ مرحلة القاعدة. دلوقتي هنبدأ مرحلة الجناب الجانب اليمين والجانب الشمال. عقدة بداية. برضو مستطيلين. هشتغل 11 سلسلة. اشتغلت 11 سلسلة. وبياخد غرزة ارتفاع. ونفس اللي عملته في القاعدة هعمله في الجانبين. الغرزة اللي قبلها مباشرة بدخل في الحلقة الامامية. واشتغل غرز حشو. اهو الحلقة هي الامامية. شايفينها? اهي. باشتغلش في النص. ما بدخلش كده. واشتغل في الخلفية. لا باشتغل باخد هي الامامية. واسحب الخيط واشتغل. ارتفع كده. واشتغل غرزة حشو. اهو. هفضل اشتغل كده على الحداشر غرزة. تمام? وبنفس طريق القاعدة. هفضل ارتفع غرز حشو. رايح جاي. رايح جاي. لحد ماوصل لستة وعشرين سطر. هنخلص الستة وعشرين سطر ونرجع لكتنين. وبكده نكون خلصنا الستة وعشرين سطر تمام? هعمل ايه? نفس برضو خطوات القاعدة. بقطع قطعة شبك اللي انا بدعم بيها في المرحلة دي. اهي. على قدها بالزبط. حب اقسها معاكم. طول. طبعا العرض كله ثابت عشرة سانتي. هنا في الجوانب الطول عشرين سانتي. والشبك كمان نفس المقاس عشرين سانتي. تمام? حطوة لبعد كده. هشتغل غرز حشو على الحواف اللي هو التهذيب في نفس الغرزة. بشتغل التزايد. وفي كل فراغ هيقابلني. هشتغل غرزة حشو بنفس الطريقة. زي ما انتو شايفين كده. لحب ده ما نوصل لنقطة البداية. للقطعة. وارجع لكتنين. وبعد ما وصلنا خلاص لاخر غرزتين. اهو غرزة البداية اللي بيتم فيها التزايد. والغرزة اللي قبلها. اللي هي دي رقمها خمسة وعشرين ودي ستة وعشرين. برضو بنفس الطريقة بعمل تناقص في الغرزتين. واخرق من الثلاث حلقات بغرزة. تمام? واشد الخيط علشان اكون حرفي فيه الخاص بغرزة ستة وعشرين. وارجعنا لكم تاني بعد ما خلصنا آآ جانب من جوانب الشنطة. هعمل نفس الخطوات الجانب ده. هعمله كمان مرة. علشان نكون جانبين الشنطة بنفس الخطوات. انا قرزي. حبيت برضو اعملكو بلون فاتح. انا عاملة الجوانب باللون برضو الاسود. تمام? نفس المقاس. ستة وعشرين سطر بالطول. وبالعرض. حداشر ارزة. تمام? الخطوة اللي بعد كده. زي ما عملنا في القاعدة. قطعتين الشبك اللي قصناهم. قبل مرحلة التهذيب على نفس المقاس. هندعمهم بنفس الطريقة. بنفس الخطوات اللي دعمت بيها القاعدة. هنخلص تدعمهم. ونرجع لكم تاني. وارجعنا لكم تاني. وبعد ما خلاص خلصنا جوانب الشنطة. بطلناها. اهي. بالشبك زي ما انتم شايفين اهو. بالطريقة اللي انا شرحتها لكم. وبقى احنا كده خلصنا خلاص جوانب الشنطة. دلوقتي بقى هنبدأ. الخطوة اللي بعد كده. وهي الجزء الامامي للشنطة. والجزء الخلفي. آآ. الشنطة ورزتها سهلة جدا. وشيك جدا. ومفيش فيها اي نوع من انواع التعايد. هنبدأها مع بعض. بما ان طبعا عرض. ديء القاعدة. زي ما اشتغل اتنين وتلاتين غرزة. اشتغل اتنين وتلاتين غرزة زي ما انتم شايفين. هعمل ايه? بعد واحد اتنين تلاتة. وفي الرابعة في الحلقة الامامية. باشتغل غرزة حشو. نركز مع بعض كده عشان الغرزة هتبدأ تتشكل من الدور الاول. تمام? وبعدين بياخد سلسلة. وبفوت غرزة. وادخل في اللي بعدها في الحلقة الامامية. واشتغل غرزة حشو. واخد سلسلة. وفوت غرزة. واشتغل في اللي بعدها. غرزة حشو. انا بشتغل هنا في الحلقات الامامية. بياخد سلسلة. وفوت غرزة. واشتغل غرزة حشو. واخد سلسلة. وفوت غرزة. وفي الحلقة الامامية. اشتغل غرزة حشو. اذا الدور الاول. باشتغل الاول اتنين وتلاتين غرزة. اتنين وتلاتين غرزة. بدخل في الربعة. واشتغل اول غرزة حشو في الحلقات الامامية. وبعدين باخد غرزة. وتجهل غرزة من تحت. وادخل في اللي بعدها. واشتغل غرزة حشو. اذا. الغرزة عبارة عن غرزة حشو. سلسلة. غرزة حشو. غرزة حشو. سلسلة. غرزة حشو. غرزة حشو. سلسلة. واتجهل غرزة. وادخل في اللي بعدها. واخد غرزة حشو. وهكذا. هافضل اشتغل لحد نهاية الدور. وبكده. اكون خلصت. الدور الاول زي ما انتم شايفين. تمام? الدور التاني. بارتفع. غرزتين. وقلي بالشغل. بدخل فين? بدخل فين? بدخل في الفراغ اللي هو السلسلة. شايفينو? اهو. ده. مش بدخل في غرزة الحشو. لأ. مش انا كنت باخد بين كل غرزة حشو وغرزة حشو سلسلة. انا بقى باشتغل في فراغ السلسلة. تحت الفراغ. فاول فراغ يقابلني باشتغل في غرزة حشو. واخد سلسلة. وبعدين الفراغ اللي بعده. وارتفع. واشتغل غرزة حشو. واخد سلسلة. الفراغ اللي بعده. بدخل تحت فراغ السلسلة. اخدوا بالكم. اه. الفراغ بتاع السلسلة. في. حوالي. حوالي. فتلتين. انا عايزاكي وانتي بتدخلي. سن الابرة تبقي مركزة انت دخلة فين. يعني. المفروض غرزة الحشو اهي. ليها ضلعين. تحاولي على قد ما تقدري تزقي كده. تضلع التالي وتخشي مجن جمعة. تضمني. تضمني. ان انت في الفراغ. اهو. تاخد سلسلة. اهو بصوا. ايجا هو. غرزة الحشو. بعمل ايه. اهو. حرف الفي بتاع غرزة الحشو. تمام. بتزقي كده. اتدلع التاني. وتدخلي في الفراغ. وترتفعي. وتاخد غرزة الحشو. سلسلة. تشتغل غرزة الحشو في الفراغ. هيقبل غرزة حشو. انا مباشتغلش بغرزة الحشو. باخد سلسلة فوقها. وبشتغل الحشو في الفراغ. اهو. بصوا الفراغ. بصوا. شايفين? فراغ. هو ده فراغ السلسلة. بشتغل فيه ورزة حشو. سلسلة. ورزة حشو اهي. بزق الضلع كده. وانزل تحته عشان اضمن اني دخل في المكان الصح. سلسلة وهكزا. واشتغل في الفراغ. ده كده الدورتين. هخلصوا. وحرجع لكم. وصلنا اهو لاخر ورزة حشو. ومفروض هنا انا كنت مرتفعة بورزتين. بدخل اهو. في الفراغ. ببدأ هنا بقى مرحلة تغيير اللون. بدخل في الفراغ. اهو. مفروض هنا هم السلسلتين. تمام? في فراغ. اهو. شايفينه? اهو. دمت ضلعين جرزة الحشو. بدخل. واخد الخيط. ويبقى معي حلقتين على الابرة. هنا هتبدأ مرحلة تغيير اللون. بتجيبي اللون التاني. نركز مع بعض. وبتغذيه. تمام? بتعملي ايه بقى? تمسكي اللون الاساسي. تجيبيه عليكي. تجيبيه عليكي كده. وتمسكي اللون اللي هتبدأي بيه. ترتفعي غرزتين. تمام? وتقليبي الشغل. وتشدي كده. وفي اول فراغ يقبلك. فين الفراغ? اهو. السلسلة اهي. ازي هي غرزة الحشو الاخيرة. تمام? واجي هاي السلسلة اول فراغ. تمام? ما بشتغلش على اللون. انا بسيبه. بسيبي اللون الورنج الاساسي. عشان هرجع له تاني. واخد غرزة حشو. واخد سلسلة. وابدأ بقى اكمل. فراغ. غرزة حشو. سلسلة. بدخل في الفراغ. اهو. شايفين الفراغ? اهو. يارب يكون واضح. بدخل فيه. وارتفع. واخد غرزة حشو. سلسلة. بدخل في الفراغ. غرزة حشو. سلسلة. وهكزا. هخلص الدور التالت. وهرجع له. وصلنا هو الاخر غرزة حشو. بدخل جنبها. وبعدين هيقابلني فراغ السلسلتين. هشتغل غرزة حشو. هعمل ايه? هرتفع. سلسلتين. وقلب الشغل. واشد بقى القطع زي ما انا قلت لكم. بعد نهاية كل سطر بتشدي الخيط كده علشان تهزبي وترسمي الورز. تمام? هشتغل السطر الرابع. انا في كل لوم باشتغل سطرين. تمام? اول فراغ هيقابلني. اهو. فراغ السلسلة. هشتغل ورزة حشو. سلسلة. ادخل في الفراغ. ورزة حشو. سلسلة. فراغ. السلسلة. هشتغل ورزة حشو. اخد سلسلة. فراغ ورزة حشو. هنخلص الدور الرابع. وهرجع لكم تاني. وصلنا لنهاية الدور الرابع. زي ما انا قلت لكم انا ما باخدش الخيط تحت الشغل لان ده انا قريضي برجع له تاني. لان انا كل لوم باشتغل سطرين. تمام? دلوقتي هيبدأ مرحلة تبيل اللون. حتى سلسلة. ورزة الحشو اهي. وفراغ السلسلتين اهم. جنب حرف البي. جنب ورزة الحشو اهو حرف البي. باين. بدخل. وشد الخيط. حلقتين على الابرة. بسيب الخيط باساسي. واخد الخيط اللي هبدد بي. واخرج من حلقتين باللون. تمام? واخد الخيط اللي كنت شغلة بيه اجيبه علي. عايز اركزه في الحتة دي بالله عليكم. بجيبه علي. تمام? واشد كده. المهم اللي بسيبه بجيبه علي. واخد عليه غرزتين. واشد كده. ليه بقى? لان انا لما بجيبه علي بكون. غرزة الحشو دلعين غرزة الحشو اللي في اول الدور. تمام? وخلاص اسيبه بقى الابيض. دلوقتي حبدأ اشتغل بالورنج. هيقابلني اول فراغ. واشتغل فيه برزة حشو. سلسلة. فراغ التاني. برزة حشو. سلسلة. فراغ اللي بعدين. برزة حشو. ونتأكد ان احنا داخلين في الفراغ المزبوط. اجيب كده هو حرفي على جنب واشت. اخد سلسلة. فراغ وهكذا. هفضل اشتغل بالطريقة دي لحد ما وصل لستة وعشرين سطر. ستة وعشرين سطر. بطول الجوانب. احنا قلنا الجوانب اشتغلنا فيهم ستة وعشرين سطر. فانا هفضل اشتغل. من كل لون سطرين لحد ما حوصل لستة وعشرين سطر. بصرور زتات تتشكل ازاي? حابة اورها لكم بعد ما تخلص. فراغ. تأكد. سلسلة. حشو. سلسلة. حشو في الفراغ. سلسلة. ورزة الحشو اهيب. بزق كده الحرفين. وادخل في الفراغ. وارتفع ورزتين. واقلب الشغل. بعد ما بقلب الشغل بعمل ايه? بشد القطعة كده. بصوا بتترسم ازاي? بصوا القطعة بتترسم ازاي? بتتفرض ازاي كأنك كويها. بصوا جميل. بصوا شكل الورزة حلوة قوي ازاي? كل ما هنرتفع بتداخل الالوان. اورنج ابيض اورنج ابيض. هتلاقي الورزة بانت وشكلها بقى تحفى. هنخلص الستة وعشرين دور. ونرجع لكم. دور الستة وعشرين اهو فراغ. الورزتين جنب حرف الفي. اهو. تمام. واخد ورزة حشو. انا بقى اخر ورزة في الدور الستة وعشرين ما بغيرش اللون. تمام? بعد ما بخلص كده. طبعا الخطوة اللي بعد كده نفس اللي قررناها في القاعدة في الجوانب بجيب الشبك وبقص على القطعة الامامية والقطعة الخلفية طول وعرض بالزبط. تمام? دلوقتي هنبدأ بقى مرحلة تهزيب الحواف بطريقة احترافية. هتمشوا معي خطوة بخطوة وبأمر الله هنتلاقوا نتيجة ممتازة.